السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكون بألف خير وصحة وعافية اليوم أحبائي جئتكم بوصفة تعمل على تبيض البشرة تفتيح لون الوجه كذلك تزيل كل التصبغات والشوائب التي تكون على البشرة بالإضافة إلى أنها تزيل التجاعد الخطوط الرقيقة والدقيقة مهما كانت الوصفة بمكونين فقط مكونين طبيعيين 100% والمكونات متوفرة في كل منزل إذن أحبائي قبل ما نمر لتحضير هذه الوصفة والتعرف على المكونات أتمنى منكم إن كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا دعمي وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي ولكم مني دائما جزيل الشكر بالنسبة للمكونات كما تلاحظون لدينا هنا أول مكون لدينا هنا مطحون الشوفان أو ما يسمى كذلك بالخرطال يمكنكم أخذ حبيبات من الخرطال وطحنها ثم تستعملونها يعني في الوصفات التجميلية للطبيد فهو مكون رائع يبيد يفتح البشرة بالإضافة إلى أنه صالح لجميع أنواع البشرة يعني مهما كانت وبالخصوص البشرة التي تكون حساسة جدا فهو يهذئ البشرة ويحميها من الالتهابات أما الثاني مكون فهو غني عن التعريف وهو الياغورت الطبيعي أو الزبادي بدون سكر وبدون نكهم فهو كذلك يحتوي على حمض اللاكتيك المبيض الفعال للبشرة بالإضافة إلى أنه يغديها ويحميها من التجاعد إذن على بركة الله نأخذ إناء مناسب بهذا الشكل سوف نضع فيه يعني الكمية التي سوف نحتاجها يعني لتبيض الوجه وكذلك الرقبة نضع هنا تقريبا مقدار ملعقة من مطحون الشوفان أو مطحون الخرطال فالوصفة يمكنكم كذلك يعني تطبيقها على اليدين القدمين يعني جميع المناطق بالجسم التي بها اسمرار أو اسوداد ثم بعدها سوف نضيف أيضا مقدار ملعقة من الزبادي الطبيعي أو ما يسمى كذلك كما قلت بالرب في بعض الدول العربية ونبدأ نمزج ونخلط هذه المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها البعض بعد ذلك يعني نقوم باغسل البشرة بشرة الوجه جيدا بالماء الدافئ لإزالة الشوائب وكذلك لتفتيح المثامات بعدها نأخذ هذه الوصفة نطبقها على بشرة الوجه وكذلك الرقبة كما قلت يمكنكم وضعها لليدين يعني القدمين يعني جميع الأماكن التي بها اسمرار نطبقها ونتركها مدة تتراوح يعني إلى تقريبا إلى 30 دقيقة يعني بعدما تجف نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد إذن كما رأيتم كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أكون قد أفدتكم وإذا أعجبكم هذا الفيديو أحبائي لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ولكم مني دائما جزيلة شكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله